بفر أو المحاليل المنظمة هي محاليل تقاوم أي تغيير في الأسر الهايدروجيني عند إضافة حامض أو قاعدة قوية إليها بكميات قليلة توجد أربع أنواع للمحاليل المنظمة سنتكلم عن أحدها وهو إضافة الحامض القوي إلى البفر الحامضي نفرض وجود أبريق يحبل حامض الضعيف مثل حامض الخليك المكون من أيوانات الهايدروجين الأشخاص بالقبعات الكبيرة أبو شقا وأيوانات الخلات المتمثلة بالأشخاص بالطربوش وملح خلات الصوديوم القاعدي المكون من أيوانات الصوديوم دولانايمين وآيوانات الخلات اللي بالطربوش عند تواجد هذه المركبات في محلول مائي يتفكك حامض الخليك إلى أيوانات الهايدروجين وأيوانات الخلات مكون توازن أيوني أما الملح فيتفكك تماما إلى مكوناته من الأيوانات يعني سيكون لدينا المكونات التالية المهمة في عملية التنظيم وهي الحامض الضعيف حامض الخليك أيوانات الهايدروجين المسؤولة عن حامضية الوسط وأيوانات الخلات المتكونة من تحلل الملح والحامض بالإضافة إلى أيوانات الصوديوم التي ليس لها تأثير في عملية التنظيم في هذه الحالة سيكون لدينا كمية كبيرة من أيوانات الخلات مكونين مجموعة من الأصدقاء عن إضافة الحامض القوي إلى المحلول هاي الونسة والسعادة مثل حامض الهايدروجين يتفكك الحامض مكون أيوانات الهايدروجين والكلوريك وجود زيادة في أيوانات الهايدروجين يعني تغيير في حامضية الوسط للحد من هذا التغيير تقوم أيوانات الخلات بتكوين أواصر مع أيوانات الهايدروجين مكون الحامض الذي ليس له تأثير على الأسر الهايدروجيني وعاشوا عيشة عيدة